موسيقى دولة رئيسها رجل يجالس الفقراء ويذهل الشعراء ويناظر العلماء ولا خبز في بيته ولا ماء دولة أسست أول قانون للإصلاحات الإدارية ورعاية مصالح الناس والفقراء والمساكين والمسنين وحفظ حقوق اللاجئين إنها دولة يبحث عنها كل البشر منذ مئات السنين إنها دولة علي علي بن أبي طالب عليه السلام دولة الحق وكم نحن بحاجة لمثل هذا الرجل في مثل هذا اليوم ونحن نمر بذكرى مصابه الأليم واستشهاده سلام الله عليكم السلام عليكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الحلقة من علي دولة الحق ومعنا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ زمان الحسناوي أهلا وسهلا حياكم الله حبيبي وسهلا أعظم الله أجورنا وأجوركم أجوركم زاكم الله خير في هذه الحلقة سنتحدث عن الإصلاحات الإدارية لدولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام دولة الإمام علي عليه السلام استمرت أربع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام من السنة الخامسة والثلاثين للهجرة إلى السنة الأربعين للهجرة وكانت من إيجابياتها إنها ذات سياسات إدارية واقتصادية أنعشت اقتصاد وسياسة حكومة أمير المؤمنين عليه السلام ولكن رغم هذه الفترة القصيرة قد أكمل أمير المؤمنين عليه السلام مشوار العدل على أفضل مستوى وهو القائل سلام الله عليه أعدل تحكم رضيلة الشيخ ما هو العدل في منظار أمير المؤمنين سلام الله عليه ما هو مفهوم العدل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا اللهم صلي على محمد وآل محمد عظم الله لنا ولكم الأجر أجورنا وأجوركم إن شاء الله بليالي شهادة مولى الموحدين باب مدينة العلم أمير المؤمنين عليه السلام عليه السلام الحقيقة العدل كما عرفه علي عليه السلام نعم وهذا التعريف موجود في نهج البلاغة في القسم الثالث من نهج البلاغة تعلمون بأن نهج البلاغة يتكون من أقسام ثلاثة إذا جاز التعبير القسم الأول أو الجانب الأول من نهج البلاغة هو جانب خطب وكلمات مولى الموحدين عليه السلام والقسم الثاني من نهج البلاغة كتب ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام والقسم الثالث من نهج البلاغة حكم ومواعظ أمير المؤمنين القصيرة القصار نعم القصار في القسم الثالث من نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه السلام ضمن كلمات الحكمة والموعظة وإلى آخره يعرف العدل بأنه وضع الأمور في مواضعها نظيف هكذا يعرف علي عليه السلام العدل وضع الأمور في مواضعها كل شيء تخليه بمكان المناسب الصحيح بالنتيجة هذا عدل هذا أولا كتعريف الأمر الثاني اللي يكون بينه في الواقع العدل أثره في هذا العالم أثر عظيم أثر العدل في هذا العالم أثر عظيم عدنا بالتراث الديني أنه بالعدل قامت السماوات ولهذا قالت الصديقة الكبرى سلام الله عليها في خطبتها السيدة الزهراء عليه السلام العدل تنسيقا للقلوب شوف هذا أثر العدل تنسيقا للقلوب شنو منتعبير شنو منتعبير في خطبتها الكريمة العظيمة الكونية اللي معارف الدنيا والدين في خطبة سيدة نساء العالمين جامعة شاملة عجيبة تقول العدل تنسيقا للقلوب العدل لما يسود في مجتمع القلوب تتسق وتتناغم وتتآلف لأن كل إنسان ما يشعر بنفسه أنه يعني مأخوذ حقه وأنه لم يحصل على ما يستحقه في الواقع فهذا يشعر بهذا الإحساس وذاك يشعر بهذا الإحساس وهذا يشعر بهذا الإحساس فالقلوب تتقارب وتتآلف ويصير أكو تناسق بياناته بحيث المجتمع تقول الزهراء عليه السلام اللي يسود فيه العدل يسود فيه الأمن ويسود فيه الإطمئنان ويكون بعيد عن الإفطراب أما المجتمع ليسود فيه الظلم يكون مجتمع مضطرب غير آمن بمشاكل كثيرة بمشاكل كثيرة آثار العدل لا تعد ولا تحصى ما في الثقافة الإسلامية في الثقافة القرآنية حتى أرجع الأمير الموين عليه السلام في الثقافة القرآنية في الثقافة الإسلامية ما من أمر نعم ما من أمر صغيرا كان أو كبيرا إلا وللعدل فيه مدخلية ما شعب أي أمر يجب بالك يوم يجب بالك العدل إلى مدخلية فيه في كل جوانب الحياة أبداً كل جوانب الحياة ابدأ من تعامل الأبوين مع الأبناء من الفرد إلى المجتمع ابدأ من هنا وقبله قبله تعامل الزوج مع زوجته مثلاً تعامل الزوج والزوجة مع الأبناء مثلاً ذاك اللي إجا يشهد النبي صلى الله عليه وآله على معادلة بها ظلم يعني أن تكون أمواله لبعض أبنائه دون البعض الآخر النبي قال لا تشهدني على جو أنا ما أشهد بهذه الطريقة شيخنا من اللطائف قد كثير من الناس تعقيباً على كلامكم فاهمين أن العدل فقط مجتمع ودولة قاضي يعني حاكم ومحكوم قاضي ومترافع عند القاضي يصور العدل بس بالمحكمة لا ما من مجال من مجالات الحياة إلا وللعدل فيه مدخلية حتى الأب والإبن طبعاً الزوج والزوجة كل مجال من مجالات الحياة العدل إلى مدخلية فيه هذا هم الأمر الثالث لعله ما أدري اللي هم يجب أن نلفت النظر إليه بشكل سريع طبعاً وإلا الكلام في العدل كثير الأمر الرابع اللي لابد هم أن نشير عليها بسرعة الله تعالى عادل الحكم والعادل الله تعالى عادل وكل أفعاله وإلى آخره هم رب العالمين على أساس العدل وعلى أساس الحكمة اللي هو هم كتبها على نفسه تبارك وتعالى نعم فرب العالمين لابد أن يكون عادلاً كما هو تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه عن نفسه وما ربك بظلام وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم وغير ذلك من آيات كثيرة بيّنت عدل الله تعالى ولهذا نحن نعتقد حتى يعني الإخوة والأخوات اللي تابعون يعرفون هذا الأمر الرابع أنا أشرت له مهم وعندي قصد بالإشارة إلى بعض المسلمين اللي يعتقدون بالجبر كعقيدة في مجال توحيد ومعرفة الله تعالى الجبرية ذول من حيث شاءوا أو من حيث لم يشاءوا من حيث أرادوا أو من حيث لم يريدوا أضروا بالعدل الإلهي كأنه الأموية جاءوا بهذه طبعاً استغلوا ذلك فذولا أضروا بالعدل الإلهي وقبالهم المفوضة اللي هم بين قوسياً المعتزلة هم أضروا بسلطان الله على عباده لما قالوا بالتفويض المذموم تدري هذا مو كلامنا بس من باب الشيء بالشيء يذكر أكو عدنا تفويض ممدوح في ثقافتنا الدينية وأكو عدنا تفويض مذموم التفويض المذموم هو تفويض المعتزلة الخلاصة يعني الكلام في العدل كثير ومحطات العدل كثير على الأقل الآن بينا أربعة منها أمير المؤمنين عليه السلام تجل القرآن الكريم في مجال العدل وأمير المؤمنين عليه السلام الصورة الحقيقية لرسول الله في هذا الجانب صلى الله عليه وآله يعني أمير المؤمنين يمثل النبي في ذلك ويمثل القرآن في جانب العدل في الواقع شيخنا العدل قد يكون صعب بالنسبة للكثير خاصة أصحاب المصالح وأصحاب النفوذ وإلى آخره كيف أمير المؤمنين رب الناس على العدل في دولة اليوم يعني خلي خلي أجيب أجيب لك أمثل أهم تبين عدل أمير المؤمنين من جهة الواضح اللي أشرت لك قبل قليل وكيف تأثر الناس بعدل علي عليه السلام وخصوصا المقربين من علي أثر عليهم علي بصفاته الحميدة بحيث كانوا يحاولون أنه يقتدون بإمامهم في هذا الجانب وفي غيره في الواقع من خلال مثال أم نستفيد مننا الأمر الأول والأمر الثاني اللي بيانتم الآن بخدمتكم فبرا يعني من تقرأ تاريخ علي ابن أبي طالب وتشوف علي ابن أبي طالب الحاكم يأتيه أخوخ عقيل في قصتين مو في قصة واحدة أكو قصة كلش مشهورة ومعروفة ومن أقولها سأل مستمع راح يقول سامعيه سامع مع أن الشاعر العربي يقول أعد ذكر نعماني لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع أي ذكر نعمان هو المسك كما يعتقد صاحب البيت ناظم البيت ذكر علي ابن أبي طالب ما كررته هو عبادة المهم يقولون أساتذتنا من دخلنا الحوزة كانوا يعلمون في بدايات الدراسة يقولون الدرس حرف والتكرار ألف كانوا يقولون المهم يا أمير طريفهم إذا تقرون الكلام في نهج البلاغة موجود شنون يصف أحوال عقيله أولاد عقيله حالة عقيل الصعبة وإلى آخره شن كان يصفها أمير المهم ويقول يا طلب مني باعتباري حاكم فشيء من بيت المال إضافي غير اللي هو ياخذه كأي مسلم من المسلمين في دولة علم نبي طالب هم ياخذه مساوات وعدل عجيبة يعني عجيبة عجيبة مصائرة بالدنيا مصائرة إلا في حكم الأنبياء والأوصياء من أهل العصمة عليهم السلام الخلاصة قال لزدني من بيت المال أنا أعمى ما أشوف يا أمير المؤمنين وعندي أولاد كثر إلى آخره والإمام ذكر اللي سواه بنهج البلاغة موجود يا إخوة يا أتباع أهل البيت يا غير أتباع أهل البيت السمعونة نهج البلاغة مو فقط اهتم بيء أتباع أهل البيت نهج البلاغة شرحه ابن أبي الحديد وهو معتزي ونهج البلاغة شرحه محمد عبدة وهو سني وحسب الظاهر كان فترة شيخ الأزهر محمد عبدة نعم وشرح نهج البلاغة نهج البلاغة مطفوع بطبع من طبعاته بشرح بينقوسيا هم يعبرون عننا الإمام محمد عبده فنهج البلاغة مو فقط الشيعة اهتموا بي وشرحوه نهج البلاغة الشيعة اهتموا بي والسنة اهتموا بي والمعتزل اللي هم ضمن العنوان الثاني اللي ذكرته اهتموا بي نهج البلاغة لجميع المسلمين في نهج البلاغة أمير المؤمنين يقول أحمد حديدة العقيل وأدنيتها منه وعقيل صاح لما أدنيتها منه وقلت له أنه ما مضمونه مثلا لحديدة أحماها مخلوق للعبه وتجرني كذا إلى نار أججها جبارها لغضبه وأنا ما عندي شيء أكثر من الأعطين للمسلمين أعطيك إياه الموجود ببيت المال يتقسم بالقسط والعدل بين المسلمين ما عندي أخيه ابن يو ما عندي هذا الشيء شوف هذا علي ابن أبي طالب غير هذا ما عندي دقيق دقيق يذكرني أنه سلام الله علي السامع وقارب الروايات أنه كان يكنس خزانة بيت المال يكنس يا صحيح كما تقولون ويسجد فيها أصلا ما كان ينام إذا ما يوزع على مستحقي بحيث مرة من المرات قنبر خادمة قال يا أمير أمي تعبن تعبن أنت رجل كبير وصلت الستين أنا شاب ما أتحمل قاعد سوي أنت أنا شاب تعبت أنت عمرك بالستين ما تعبت ذني شنفلس بقى نبيت المال خليه الباشر الصبح نوزحه هس إحنا مجبورين نص الليلة الناس نايمة وإحنا نفتر الإمام علي قال له قنبار قال نعم قال له كيفك تريد بقيهن البكرة قال له إيه البكرة خلصة الدنيا قال له قنبار قال نعم قال له تضملي أنا أبقى حي البكرة ما أموت الليلة زي أن أنا إذا متت الليلة رب العالمين أخذ أمانته وكان أكو واحد محتاج هاي الأموال الليلة يعني حشا ما عنده فإذا أنا متت الليلة وهذا أنا ما منطي حقه واشتك علي أنت تجيرني من ربي يوم القيامة قال له لا سيدي أمير المؤمنين قال له خلاص قوم خنوزع ما تبقى وروح نام بوركتم الله يعزكم طبعا لابد أن أخذ فاصل الكلام شيق جدا وعدالة أمير المؤمنين يعني تذهل العقول ولكن لابد أن نأخذ فاصل ونكمل بحثنا إن شاء الله ابقوا معنا متواصلين معكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة مع علي دولة الحق هذا الرجل العظيم الذي وضح لنا وبيّن لنا وربّانا إن شاء الله وربّى الأمة الإسلامية وكل من يقتد به على العدل والحق والمساواة والأخلاق والدين لأنه كان يمثل القرآن بحذافيره تكلمنا قبل قليل مع فضيلة الشيخ عن العدل ومفهوم العدل في دولة الإمام علي عليه السلام فضيلة الشيخ الإمام علي سلام الله عليه في اليوم الثاني من بيعته خطب خطب بالناس وقال إن كل مال مردود إلى بيت المال هل كانت هذه رسالة صارمة إلى ولاة الخليفة السابق بأنه يسترجع أموالهم إلى بيت المال؟ كما تعلمون الإسلام بدأ ينتشر نعم وانتشار الإسلام أدخل أمما كثيرا في الإسلام من غير العرب وبذلك الأمة الإسلامية فتحت على أمم أخرى كثيرا وصار أكو وارد مالي ضخم للدولة الإسلامية نعم من خلال الزكوات والغنائم وغير ذلك إلى آخر لما كثرت هاي الأموال وغيرها بدأ دور التلاعب بيها مع الأسف وعدم توزيعها والاستفادة منها بشكل سليم وعادل فالشيطان لعب لعبته بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وبلغ أوج هذا التلاعب بأموال المسلمين وهذا الرجل اللي حكم قبل أمير المؤمنين عليه السلام سلام الله على أميركم قرب أبناء قومة وعمومته وغير ذلك وولاهم على جميع البلدان نعم وأعطاهم صلاحيات مفتوحة وقد استغلوا ذلك استغلالا سيئا يعني بعض الأحيان والله يخجل الإنسان يبين أرقامه ويبين كيف صرفت الأموال وكيف تم القضاء عليها وإلى آخره المسعودي وغير ذكروا أن بعض الولاة التابعين لهذا الحاكم ماتوا وعندهم من الأموال ومن الذهب ومن الفضة ما يكسر بالفؤوس الله أكبر توقع هذا بالنص ورد في كتب التاريخ ما يكسر بالفؤوس هذا خلق طبقيه بالتالب مية بالمية مية بالمية فذول هالملأ وهالحاشية وهالأقارب وإلى آخره عاثوا في الأرض فسادا بهكذا أجواء انتهى حكم إلى آخره والمسلمون طبعا هم المسلمون شكلوا معارضة كبيرة ضد هذا الحاكم وقاموا بثور عارمة لأنه شافوا الأمور وصلت إلى درجة بعد ما يسكت عنها يعني ما يسكت عنها على مستوى سرقة الأموال على مستوى تضخم الثروات على مستوى الفساد الأخلاق البدا ينتشر على مستويات عدة كثيرة ثاروا ضد هذا الحاكم ولجأوا إلى مولى الموحدين ليمثل عدل النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله ويمثل الصورة الحقيقية للإسلام وهو علي عليه السلام الإمام علي عليه السلام قالهم دعوني والتمسوا غيري مو زهدا بالإمامة الإلهية كما يتصور البعض أو يحلو له أن يصور ذلك للآخرين قاعد أتكلم بدقة لأن البحض يقول إذا على ابن أبي طالب إمام إلهي شنون يقول دعوني والتمسوا غيري أكواحد هو إمام رب العالمين خال إمامه يتنازل عن الإمامة لما جاءته الخلافة دعوني والتمسوا غيري فإنا كذا وعلا كذا لوجوه الآخره كلام عليه السلام على ابن أبي طالب قالهم دعوني والتمسوا غيري بالنسبة للخلافة الظاهرية مو الإمامة الإلهية مو الحكم هذا اللي عبر عنا لإبن عباس إن إمرتكم أهوا عندي إمرتكم إمرتكم مو الإمامة الإلهية إني جاعلك للناس إماما مو هاي مو إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم كما في آيات الإمام طالوت عن طالوت نعم في آخر سورة البقرة مو هاي إن إمرتكم هاي الخلافة الظاهرية الحكم الظاهري الرئاسة كما تسمى الآن في لغة اليوم هذه قلهم دعوني والتمسوا غيري لأن الحق اللي راح أسوسكم به والعدل ما راح تتحملوا ولا راح تقبلوا تعلمتوا على الرشوة وتعلمتوا على حصتي وحصتك وتعلمتوا على كعكة نتقاسمها أنا ما عندي كعكة ولا عندي كيكة ولا عندي حصة لن يكون أنا ما عندي أنا على ابن أبي طالب غري غيري كلمتها لليوم الدنيا ترددها وأذن الدنيا سمعتها لليوم هاي كلمة على ابن أبي طالب تتردد دعيني والتمس غيري أو غري غيري فإني طلقتك ثلاثا غري غيري وهذا نفسه دعوني والتمس غيري غري غيري فإني طلقتك هذا على ابن أبي طالب مفد واحد ثاني هذا فهنا الكلام عن الرئاسة الظاهرية مو عن الخلافة والإمامة الإلهية الإصطفائية الحسن إذا كان الحسن وإذا كان الحسن إماما شلون يصالح خصمة ويتنازل ومان قال الحسن تنازل عن الإمامة أصلا الإمامة لا يمكن التنازل عنها يعني يصير يجي نبي يقول أنا أتنازل عن نبوتي تكليف رباني هذا خلاصا الإمام علي عليه السلام إجه بهتش أجواء أجواء شوف أجواء هالشكل هاب يعني أجواء وصل بيها الفساد المالي والإداري إلى مستويات مخيفة مرعبة كأنه جاء على أنقاف الدولة طب أحسنتم ونعم التعبير أمير المؤمنين عليه السلام قالهم هيتش أوضاع له توقفونوا ياي حتى نقدر نصلح المسيرة يوم ما توقفونوا ياي دعوني والتمس وغيري شوفوا لكم واحد آخر خلج لا نوقفوا ياك كل ما أبداً قالوا له ألزموه الحج عليه السلام أنا راح أبدي بإجراءات قاسية حسن سميها إجراءات إدارية سميها إجراءات مش مدري أنا ما أعرف شون سميها سميها قالهم الإجراءات اللي راح أتخذها قاسية لأنه هو الأمور تفرض علي أن أتخذ إجراءات قاسية ما بيها مجال حتى نرجع المياه إلى مجاريها والأمور بنصابها فواحدة من هذه الإجراءات قالهم الأموال اللي أعطيت بغيري وجهي حق يعني وهب الأمير ما لا يملك إلى من لا يستحق ماكو هاي الأموال والضيع والبساتين اللي أعطيت بغيري وجهي حق كلها ترجع من أين لك هذا؟ كلها أرجع وليكون أمامي كائناً من كان أخذ المال أرجع ولو زوجت به النساء وملكت به الإمام يرجع وبعدين ننطي لمستحقه هذا واحد اثنين بالنسبة للولاد بالنسبة للولاد بدأ الإمام عليه السلام بتغيير الولاد وبحركة قوية يعني مو كما يفعل الآن أبناء الدنيا ذول اللي يحكمون وهم أبناء الدنيا هنا هذا نسكت عنه أكو اعتبار معين وهناك هاي نمشيها بأن أكو نرضي فلان ونرضي علان ونمشي هاي ونمشي ذيك هل ابن أبي طالب هاي اللغة ما يمشي به هل ابن أبي طالب عنده مصطرة واحد من أصحاب أمير المؤمنين إيجا قال معاوية بالشام صار لسنين ومن قبل أخوه كان يحكم ونفوذ ومن بعد نفوذ وسلطة وقوة ومجذر وضعه ومنط أمواله عند جيش وعند إمكانيات وعند عدة وعند عدد ورأسا تجي يا أمير المؤمنين شي لما يصير أحكم سنة سنتين ثلاثة أبدي ضعفه شوية شوية إلاء الإمام علي قال ابن عباس قال نعم قال ساعة واحدة تكون بيها معصية الله أنا ما قبل الله هذا الحزم والحسم الحقاني عند إمام الحق أمير المؤمنين علي مع الحق والحق ما علي على ابن أبي طالب هالشي له هذا على ابن أبي طالب حتى لو كلفه صر معركة مثل صفين عمرا عمرا لو كلف عمرا قال ما أبقي معاوية بالشام ومعصية رب العالمين تكون من خلال بقاءة ولا لساعة واحدة ولهذا لو ينعزل يو بعد التبعات شصير خلي الصير وصارت صفين تبعات وقبل صفين الجمل لابد هو همكان إلا يد فيها شيخنا كثير من الناس ذلك الوقت ما تقبلت هذا النموذج من العدالة يعني بالتالي حتى في كثير من أتباع يعني بالتالي وكثير من من كانوا يحسبون على أتباع مثال الأشعث بن قيس يعني توقع شاعر كان موجود بحكومة على ابن أبي طالب وكان تدري الشاعر له أهمية نعم يعني مثل الآن مسؤول عنده فضائية ايش قد مهمة الفضائية بالنسبة إليه تبلغ له تجمل صورته مثلا تشرح مشروعة يعني نفعل سوق الشعراء رائج كان داخل وقت الشاعر هالشكل الشاعر يعني قناة والحكام يغدقون على الشعراء يغدقون على الشعراء لأن يمتحوهم لأن يقووهم لأن على ابن أبي طالب أكو شاعر بدولته بلغه لعلينا عليه السلام أن هذا الشاعر شريب خمرا قال لهم جيبوا أقيم عليها الحد بعض المقربين من الإمام قال لهم يا أبي الحسن مو صالح لأن هذا يعني هم إلى تأثير بوجودنا بقوتنا ومدحك في يعني له قال لهم أقيم عليها الحد شرب خمر حال حال بقية المسلمين يقام عليه سمع الشاعر جاءت عشيرة تتوسطت له عشيرة قال لهم جيبوا من قيم عليها هرب هرب وراح إلى معاوية ومدح معاوية وذن أمير المؤمنين عليه السلام سبب عدل حقانية على ابن أبي طالب قال لي الناس أو أكثر الناس أو قسم كبير من الناس ما يتحملوا الناس مع الباطل أميل هاي عبرة تأريخ وما كان فارق مع أمير المؤمنين عليه السلام التحق مع معاوية وكان يمدح وما كان يمدح أمير المؤمنين أهم شيء يأدي واجب يرضى رب العالم ويرضي ربه رضي الناس لو ما رضوا الناس هذا بعد شيء خص الناس أهم شيء رب العالمين يرضى حتى رب العالمين لما يمدح على ابن أبي طالب في الآية اللي شيعة والسنة قالوا نزدت بيه بليلة المبيت ومن الناس اللي هو علي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مو مرضات الناس هو رب العالمين لما يمدح على ابن أبي طالب بالآية النزدت بالمبيت واللي رواه الشيعة والسنة يقول على ابن أبي طالب يبيع نفسه في سبيل أن ربه يرضى هذا بوركتم شيخنا حسنتم إن شاء الله ننتقل إلى محور آخر وسؤال آخر ولكن لابد أن نأخذ فاصل وإن شاء الله نبقى متواصلين معكم فابقوا معنا عدنا لكم مشاهدينا الكرام وما زال الحديث متواصلا عن علي دولة الحق سلام الله عليه وما أعظمها من دولة كنا نتحدث عن عدالة أمير المؤمنين عليه السلام على جميع الجوانب بما فيها الجانب المالي وكيف حاول قدر الإمكان أن يعيد الأمور إلى نصابها بعد أن استلم الزمام السلطة لدولة كانت كادت أن تكون مهدمة فضيلة الشيخ ننتقل إلى سؤال آخر وجانب آخر من إصلاحات أمير المؤمنين عليه السلام الاجتماعية والإدارية والسياسية اللي هي لا تكتمل إلا بها ألا هو موضوع التربية والتعليم سلام الله عليه يوصي كميل بن زياد ويقول له يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال كأنه يشير إلى ضرورة العلم في بناء الدولة وفي بناء الإنسان أيضا يعني هنا حقيقة لا أدري ماذا أقول وماذا أترك يعني هذا المحور يشكل أمامي بحر وهذا البحر لا أدري ماذا أخذ منه في الواقع من جواهره من درره من لآلئه لا أدري يعني أولا لما نتكلم عن العلم في دولة علي عليه السلام في حكومة علي عليه السلام علي هو باب مدينة هذا العلم أكيد بالطبع وقد روى ذلك الخاص والعام وعلي هو القائل سلوني وما قالها غير علي إلا وأحرج وعندي شواهد على ذلك الوقت لا يتسع لذكرها وعلي عليه السلام هو الذي قال علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب فالكلام عن علي والعلم كلام كثير القرآن الكريم لما يتكلم عن أمير المؤمنين وعلمه يقول ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب علم الكتاب وعلي هو اللي عند علم الكتاب سلام الله والقرآن يعبر عن أمير المؤمنين والراسخون في العلم وما يعلم تأويله لله والراسخون في العلم لو يعبر عن أمير المؤمنين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الأمر الثاني اللي أود بيانه وفي الواقع هذا العلم النازل اللي يشكل بالثقافة الدينية بينقوسيا عنوان المعرفة لأن تدري عنوان العلم عنوان واسع يشمل العلوم الوضعية والعلوم الدينية والوحيانية أما عنوان المعرفة بالثقافة الدينية يشمل القسم الثاني مما ذكرته قبل أقل العلوم اللي تشكل بينقوسيا في ثقافتنا الدينية معرفة كل علم من هذه العلوم إلا لازموا إلى أثر في الثقافة القرآنية مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فعلم لازمه الخشية في ثقافة القرآن والخشية لازمها الجنة لمن خشي ربه القرآن الكريم يقول الجنة يعني يقول لمن خشي ربه علم لازمه الخشية هذا واحد اثنين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به علم لازمه القوة ثلاث ناطي همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه برهان ربه علم لازمه العصمة أربع يا أبت إني قد جاءني من العلم إبراهيم العم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا علم لازمه وجوب الاتباع وهذا الاتباع يوصل الإنسان إلى بر الأمان جاءت صار أربعة خمسة هل أتبعك سورة الكهف هل أتبعك موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد علم لازمه الرشد قد تبين الرشد من الغي في سورة البقرة وهناك هل أتبعك في سورة الكهف علم لازمه الرشد وهذا اللي موسى ركب البحر من أجله حتى يلتقي بالخضر ويحصل على هذا العلم ويصل إلى ما وصل إليه ويتحمى المشاق كثيرة طبعا القرآن وضحها طبعا وضحها هل صار كم لازم لحد الآن؟ خمسة هاي خمسة وهناك لوازم أخرى يكون الإنسان يستعرض كل آياته وذلك يحتاج إلى وقت لا نملكه في هذه الحلقات لما نتكلم عن علم علي عليه السلام هاي الأمور كلها كون نخليها ببالنا حتى الصورة تصير واضحة عن أي علم نتكلم إحنا أي عن أي علم خطير نتكلم كبير نتكلم مثلا أنا أذكر شي سادس وليش أقول لك الحاجة كثيرة جميل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم رفعه علم لازمه الرفعه ولهذا الله يقول للحبيبة ورفعنا لك ذكرك ليش رفعنا لك ذكرك؟ أنتك هذا العلم يقول عن أهل البيت في بيوت أذن الله أن ترفع والإمام الصادق يقول للقتادة البصري أو الإمام الباقر الرواية في الكافي عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام يقول للقتادة لما راح زار الإمام بالمدينة وقال له مضطرب قلبي أنا جالست الفقهاء فمضطرب قلبي كمضطرب قدامك يا ابن رسول الله وقتادة طبعا من علماء الغير الآخرين الإمام قال له يا قتادة أنت جالس أمام بيوت أذن الله وأن ترفعه وقال له نعم والله ما هي بيوت حجارة ولا طين ونصدوركم يا ابن رسول الله فلما نتكلم عن العلم وعلي هذه المعاني كلها كنت جيب البال حتى نعرف أننا نتكلم عن أي علم في الواقع وحد يشعر بالفخر أنه عنده مثل هكذا أمة وقادة وصادة مولانا طبعا طبعا أنت أمام باب مدينة علم النبي تا مو أمام إنسان عادي زين هذا الإمام العظيم عليه السلام يخرج يا كوميل للجبانة ما قبرة اللي هي يعني اللي هي الآن في مدينة النجف منطقة الحي الحسين حسب الظاهر اللي بيها قبر كوميل نعم وطبعا هاي المنطقة كانت مقبرة الكوفة سابقة الإمام يطلع لهاي المنطقة ويتنفس الصعداء لما يطلع هو كوميل ويسولفوا يا كوميل يا كوميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة إلى معرفة يقول له من جملة ما يقول له هنا يقول له يا كوميل العلم خير وطبعا بداية يقول له الناس وثلاثة يقسم الناس على أساس العلم وأنا مبين على المنبر أن أمير المؤمنين يقسم الناس على أساس عدة معايير واحدة منها العلم ولما بحثت بنهج البلاغة لقيت على الأقل ستة أو سبع معايير على أساسها الإمام يقسم الناس وهذا طارح على المنبر بحث كلش مهم واحدة منها العلم الناس ثلاثة عالم رباني متعلم على سبيل سجلات همج رعاء أتباعكم ناعق يميلون معكم يريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثير كما يقول سلام الله عليكم وأن هذا الحديث جدا حظيم يعني طبعا ودور شيء يقول لي يقول لي ذكرت العلم خير من الماء العلم يحرسك وأنت تحرس الماء تحرس الماء هذا الإمام العظيم لما حكم الحكم الظاهري وإلا هو كما يقول موسى بن جعفر الهارون يقول لي أنا إمام القلوب وأنت ملك الأجسام يو في بعض المصادر الجسوم إمامنا هو الإمام شاء من شاء وأبى من أبى ولكن على مستوى الحكم الظاهري لما حكم أمير المؤمن عليه السلام هذا باب مدينة العلم بدأ يضخ علمه في كل مجالات مملكته كل مجالات مملكته ورب علماء واحد من رباهم كومين ثاني من اللي رباهم ميثم التماري وميثم على اختلاف اللي كان عنده علم المنايا وإلى آخره وكان ميثم أو ميثم يتكلم بأمور صاحب سر أمير المؤمنين كان يتكلم بأمور بعده مصائر واحدة منها أنه أخبر المختار كما في كتب التاريخ لما التقى بيب السجن أخبره بما سيصنع قال أخبرني حبيبي وخليلي وسيدي ومولاي أمير المؤمنين أنه أنت ستفعل كذا وكذا وكذا وستسحق على رأس ابن مرجانة برجلك وغير ذلك أمور كثيرة أمور كانت بعده مصائر وكان حبيب المظاهر الأسدي من تلامذة رشيد أو رشيد رشيد الهجاري من تلامذة أمير المؤمنين كثر شنو أذكر حجر ابن عدل شنو أذكر شنو أترك رب علماء وذول يعني هو كان يبث العلم ورب علماء أمير المؤمنين عليه السلام وانتشروا ذول العلماء في كل مكان وكانهم ينشرون العلم كانوا أركان دولتا يبثلون هم كانوا مذكرون دولة أمير المؤمنين هو ذول أصحابه واللي علمهم ذول كانوا عبارة عن خلية نحل وهو أمير النحل عليه السلام عبارة عن خلية نحل يبثون وكلهم نشاط وحركة ويبثون معارف وعلوم أمير المؤمنين في كل مكان كأنه أمير المؤمنين عليه السلام من خلال نهج البلاغة وخطبة وصايا إلى ولاته كأنه كان يوضحنا على أنه الدولة الإسلامية الحقيقية كانت مبنية على أسس علمية لما نراجع نجدها أنها أسس علمية فكيف كان تقبل الناس للعلم يعني بغض النظر عن أصحاب اللي هم ربهم يعني الناس بشكل طبيعي فيهم من يهتم بهذا الجانب ومنهم اللي لا يهتم بهذا الجانب أصلا بعض اللي كان يسمع أمير المؤمنين على المنبر شون يقول كان لا يفهم شيئا والبعض والعياذ بالله كان يتهم أمير المؤمنين بالكذب وهو قال ذلك على المنبر قال على من أكذب على الله فأنا أول من آمن به على رسوله فأنا أول من صدقه تقولون عليوني أكذب على من أكذب البعض أصلا اتهم الإمام والناس أعداء ما جهل ما جهل فهذا الموجود في نجل بلاغة نزر من بحر وغيظ من فيض وقليل من كثير خلينا مع هذا النزر من بحر والغيظ من فيض تجد فيه أمير المؤمنين يتكلم عن ممالك النمل ولما يتكلم عنها كأنه هاي الأفلام نشوفها الآن يجيبون مجموعة من الخبراء ويزودوهم بأرقى أنواع الكاميرات ويقعدون في الغابات لأشهر بل لسنين ويتابعون حركة النمل وخروجها ودخولها وممالكها ومن ثم يكتشفون على ابن أبي طالب شوفه بنهج البلاغة شي يقول بجلسة واحدة شوف شي يقول على ابن أبي طالب الطب في كلمات عليا بنهج البلاغة علم النفس في بعض كلمات علم نهج البلاغة علم الاجتماع وبعض قواعد الاجتماع في نهج البلاغة هاي مو كثير من هاي الأبحاث مو رجال دين كتبوها هو مختص بعلم الاجتماع مختص بعلم النفس مختص بالطب مختص بنظرية النور مختص هم كتبوا على ابن أبي طالب هالشكل قال على ابن أبي طالب سبق الآخرين بهذا الأمر على ابن أبي طالب هم قالوا ذلك حكومة علي بن أبي طالب حكومة علم حكومة عدل حكومة قصد حكومة حقوق حكومة حفظ حرمات الناس وأموالهم ودماؤهم حكومة حكومة خير الناس يقدرون يمشون بهالشكل وأمير المؤمنين قال وإنكم لن تستطيعوا لما ذكر زهده تكلم عن زهده تكلم عن زهده قال وإنكم لن تستطيعوا على ذلك ولكن أعينوني بورع واشتهاد شغل نشاط عمل وقل اعملوا وعفة وسادات عفة بطنه وعفة شهواته وعفة أعينوني يقول عليه وعليه السلام شيعة علي من اتق الله شيعة علي أداء الواجبات شيعة علي ترك المحرمات شيعة علي صلة رحم شيعة علي حسن جوار شيعة علي أمر بالمعروف نعم المنكر شيعة علي وهكذا هذه القيم اللي قاتل من أجلها أمير يعني أنت معركة من معاركة وقتل من أجل وقتل من أجلها معركة من معاركة يباوع للوقت دخل وقت الصلاة من عباسي يقول له إحنا الآن يا وضع يا أمير يا حال إحنا قال لك على شنو نقاتلهم على ما نقاتلهم يا ابن عباسي هو أنا قاتلهم على الصلاة أكون الراقب بوقت الصلاة ونصلي صلاتنا بوقتها حتى لو كنا في قلب المعركة هذا هو علي لا أعلم هذا الكيان النوراني العلمي الثقافي كيف كان هناك الكثير من الناس أو بعض الناس ما استثمروا هذه المعرفة والعلم وكان لما يقول سلوني قبل أن تفقدوني يقوم شخص ويقول كم شعر في رأسي يعني للأسف أنه ما أخذوا من هذا النور المقدار الكافي حتى يعيشون سعادة يعني الخلاصة ضيعوا الفرصة وعلي يقول إضاعة الفرصة غصة غصة ونختم أحسنتم شخنا الجليل الله يبعدنا وإياكم عن الغصص إن شاء الله وعن إضاعة الفرص الله يبعدنا إن شاء الله نسأل الله نكون ثابتين على نهج أمير المؤمنين عليه السلام ونكون من موالي ومحبي وشيعة حقا قولا وثالا بالتالي الإنسان ليس فقط القول إنما الفعل جزيتم خيرا الله يعزكم شكرا جزيلا لكم الله يبعدنا واستفدنا كثيرا من كلماتكم ومواعظكم ومهما قلنا ومهما بحثنا لنا في أمير المؤمنين عليه السلام حقه ونحن في هذه الأيام أيام ذكرى استشهاده سلام الله عليه والغصة في قلوبنا ونسأل الله أن نكون على نهجه المبارك نحيا ونموت وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وشكرا لكم مشاهدين الكرام على أمل لقاءكم في حلقة أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة